السلطات التركية ترفض منح نازحين سوريين جدد حق الإقامة المؤقتة بذريعة أنهم قادمون من مراتق آمنة في سوريا وزير الداخلية التركية سليمان صويلو أوضح أن عدد كبير من القادمين من سوريا خلال الفترة الحالية أتوا من محيط العاصمة دمشق للتوجه نحو الدول الأوروبية معتبرا أن سبب هجرتهم يعود للعامل الاقتصادي وتدهور الحالة المعيشية وليس بسبب الحرب هؤلاء القادمون من تلك المناطق سيتم وضعهم داخل المخيمات ولن نمنحهم وضع الحماية المؤقتة وسيتم إعادتهم إلى بلادهم ووفقا لبيانات رسمية تركية فإن حوالي ثلاثة ملايين سوري يعيشون في عدة مدل تركية حيث يعيش في مدينة إسطنبول خمسمائة وخمسة وثلاثين ألف سوري في حين يعيش في مدينة غازي عنتاب أكثر من أربعمائة وواحد وستين ألف كما يعيش أربعمائة وثلاثة وثلاثين ألفا في مدينة أنطاكيا أما مدينة شانلي أرفا فتحتضن أربعمائة وثمانية وعشرين ألف سوري كما يعيش مائتين وخمسة وخمسين ألف سوري في مدينة أضنى الحكومة التركية قامت مؤخرا بنقل حوالي أربعة ألاف وخمسمائة سوري من أحد أحياء العاصمة أنقرة إلى مناطق أخرى بشكل طوعي وذلك بعد تعرضهم لهاجمات من قبل مواطنين أتراك حيث تم إغلاق أكثر من مائة وسبعين محلا تجاريا وتدمير ما يقرب من ثلاثمائة من المباني المهجورة في حي التنداغ تركيا التي استقبلت ملايين السوريين الفارين من الحرب على مدار السنوات العشر الماضية ترحب بالعودة الطوعية لهم إلى بلادهم لكنها أكدت أنها لن تجبر أحدا على مغادرة البلاد لا سيما مع منحها الجنسية التركية لما يقرب من مائتي ألف لاجئ سوري من باريس تنضم إلينا سيدة نور الفاضل الناشطة الحقوقية والمختصة بقضايا الهجر أهلا بك سيدة نور يعني بداية كيف تنظر إلى أسباب قرار تركيا عدم منح وضع الحماية المؤقتة للنازحين السوريين الجدد القادمين إليها في هذا التوقيت مرحبا شكرا كثير على الاستضافة الحقيقة لازم نحن نرجع الموضوع لكم سنة إلى وراء كمان عام 2016 لما تركيا أصلا وقعت اتفائيات مع الاتحاد الأوروبي لأن الاتحاد الأوروبي كان ينظر للمهاجرين على أساس أنه هي أزمة ومشكلة ولازم يحل هذه المشكلة فبسياق هذه السياسات كان في سياسات اسمها إخراج مشكلة اللاجئين من الاتحاد الأوروبي واللي على أساس توقع الاتفائية مع تركيا فتركيا صارت تقريبا هي مثل شرطي بيمنع المهاجرين أو الناس اللي كانوا راغبين أنه يحصلوا على الحماية ببلد ممكن أنه يعملوا بكرامة أكتر أو حتى الناس اللي كانوا هربانين من الحروب والاستراعات ما عم بحكي بس عن السوريين لأنه كمان لما نحكي على المهاجرين كانت في أفغان وفي جنسيات أخرى موجودة بتركيا وتنمنع هذول الأشخاص أصلا أنه يهاجروا على الاتحاد الأوروبي وهذا نفسه بيتعارض مع الاتفاءات الدولية لحقوق الإنسان يلي بتقول أنه الإنسان إذا كان حاسس بالخطر أو يتعرض للاتحاد ببلد له حق أنه يهاجر على أي أرض أو أي مكان تاني يحاول لا حمايته ولا الحفاظ على حياته سيدة نور نعم كان هناك تصريح لوزير الخارجية التركي برر فيه بأن الموجة الجديدة من الهجرة تستهدف أوروبا بسبب الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة السورية هل بالفعل النازحين الجدد إلى تركيا يأتون لأسباب اقتصادية كما يقول أم هناك أسباب إنسانية بالفعل تستدعي ذلك هربا من مناطق التصعيد هلأ نحن 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 سألت سؤال بسيط أنه أولا ما شخصي يهرب لأنه هو خايف من الموت لأنه في قصف أو هو خايف من الموت لأنه في جوع أو هو ما لقدران يأمن احتياجاته اليومية هل في فرق بين هذا الموت أو هذا الموت أكيد لا كلياتنا منعرف أنه سوريا لسا هي بلد فيها نزاع فيها صراعات بلد ما لا آمن تماما لحتى أن ناس تقدر ترجع على بلدها كسوريين يعني أنه يقدروا يحسوا بالأمان بهذا البلد أو الاستقرار أو العيش بكرامة لأنه هي بلد لسا هتا بلد ما لا آمن يعني على حسب المنظمات الغير إنسانية والعالمية يعني هلأ لما في شغلة تانية أنه الأزمة يلي بسوريا عملت وتجارة للأسف تجارة الحرب عملت صافي عنا المجتمع السوري من أسم لأقسمين قسم يعني يعتبروا أنه هن فحشين السراء وبيقدروا أنه يعيشوا بشكل يعني كتير فحش سراء بألب سوريا وعندهم بيأمنوا إمكانياتهم وأكتر اليومية وقسم تاني هو يعني حقيقة الأكتر من الشعب السوري يلي موجود بهذه الأماكن هو ما عم يقدر حتى يأمن احتياجاته اليومية فأنا شخصية ما بشوف أنه في فرق بين الشخص يلي هربان لأنه هو خايف يموت من الجوع أو الشخص هربان لأنه هو خايف يموت من القصف باعتقادك على ضوء هذا القرار الآن هل سيتم النظر في حالة النازحين السوريين القادمين إلى تركيا بشكل فردي أخذ استثناءات بناء على الأماكن التي قدموا منها إن كان من دمشق أو مناطق تشهد تصعيد أكبر وبالتالي هناك خطورة على حياتهم في حال إرجعهم أم أن القرار سيعوم على كافة السوريين هلأ بدنا نتفق أنه سوريين لو أنه تركيا هي استبلة عدد كبير من السوريين من بدء الأزمة السورية ولكن بدنا نتفق على أنه هؤلاء السوريين ما عايشين حيات يعني كتير حيات رغيظة يعني هنين يعانوا حياتهم اليومية صعبة كتير يعانوا من أنه مثلا العامل السوري ممكن أنه يتم استغلاله بالشغل ساعات أكتر بيأخذ رواتب أقل في حملات عنصرية كتير والحملة اللي ذكر زميل بالتقرير يلي هي أنه سوريين عم يتم نقلوا أربعة تعلاف خمسمائة شخص منهم من أنقرة لأنه كان فيه يعني كلها تم نعرف يعني أنه شو صار بأنقرة فهدول السوريين خسروا حياتهم خسروا استقرارهم خسروا أعمالهم خسروا بيوتهم وانتلقوا نفسهم بمكان ثاني يعني مثل التهجير الإشباري تقريبا صار على هدول السوريين ثاني شي في عنا يعني غير الحملات العنصرية من فترة قريبة كمان الأسازي السوريين تم تسريح حدد كتير كبير منهم اللي بيشتغلوا بالقطاع العام تم تسريح حدد كتير كبير منهم حتى بدون ما يعطوهم أي أشعار بعدين تركيا تقريبا كمان عم بتحاول التفريق بين اللاجئ أو المهاجر يلي هو عنده رأس مال اجتماعي رأس مال اقتصادي رأس مال علمي هدول اللي عم يتم تجنيسا وضمهم للأتراك والشعب الثاني أو المهاجر الثاني البسيط يلي بيملك بس يعني يساعدوا يدعملوا يلي عم يتم استغلالوا بشكل يومي هدول ما عم يتم تجنيسا وعم يتم الضغط عليهم بحيث أنه نقول لهم أنه هنا رح يروحوا رح يعملوا رجعة طوعية لسوريا ما بفتكر أنه في حدا بيقدر بيحب أنه يعمل رجعة طوعية لسوريا وخاصة بظل الظروف وخاصة بالشمال السورية اللي كمان تركيا عم تعمل يعني تدخل عسكري وأنا بتروح يعني المختصين بهذا المجال اللي يحكوا أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر